وزير الإسكان من الشهر الجاري الوزير أكد أن موظفي الوزارة كثفوا جهودهم في التدقيق لإعداد قوائم المستحقين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار مؤكدا أن الاستعدادات النهائية امتدت خلال الفترة الأخيرة لساعات ما بعد الدوام الرسمي وعطلة نهاية الأسبوع لتتخلل هذه الجهود أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ورفع وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المفدة على ما يليه من اهتمام شخصي بمتابعة الملف الإسكاني وإلى سمو رئيس الوزراء الموقر على حرصه المتواصل في تعزيز دور الحكومة في إعطاء الخدمات الإسكانية أولوية خاصة وإلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر وما يليه من اهتمام كبير لراحة المواطنين بصدور التوجيهات الملكية بالإسراع في توزيع الوحدات السكنية وحول تفاصيل الجدول الزمني قال وزير الإسكان أنها تتضمن توزيع المناطق بمختلف محافظات المملكة كمدينة شرق الحد بمحافظة المحرق ومشروعي رياض عسكر والحجيات بالمحافظة الجنوبية ومشروع مجمع 609 بسترة بمحافظة العاصمة فضلا عن الدفعة الثانية من المدينة الشمالية ومشروع مدينة حمد وإسكان الرملي بالمحافظة الشمالية وبين الوزير أن عملية التوزيع ستشهد تسليم شهادات استحقاق عدد من المشاريع الإسكانية وتخصيص أخرى عن طريق عملية السحب الإلكتروني موضحة بأن المستحقين سيكونون من ذوي الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى محافظات المملكة الأربع وأن إدارة الخدمات الإسكانية ستقوم بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من كل مشروع للحضور إلى مبنى الوزارة وإنهاء الإجراءات يبقى الملف الإسكاني في مملكة البحرين هو الأبرز ضمن أولويات القيادة الرشيدة وهذا بالفعل ما تجسده دائما توجيهاتها المستمرة لوزارة الإسكان في وضع خطط زمنية لتنفيذ المشاريع الإسكانية لتسير بوتيرة تتناسب مع طموحاتها في تقليص قوائم الانتظار هذه التوجيهات أتت ثمارها اليوم فالمد الإسكاني أصبح واضحا وجليا على مد البصر في جميع محافظات المملكة والدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة والحلول والخيارات اللاجعة قد حركت الملف الإسكاني بشكل شمولي ليلبي طموحات المواطنين في الحصول على الخدمة الإسكانية إنما نلامسه اليوم على أرض الواقع من مشاريع إسكانية هو انعكاس لتوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكانية والتي أمر بها عاهل البلاد المفدة لتتوالى بعد ذلك وزارة الإسكان في وضع الاستراتيجيات وتكريس كافة إمكانياتها لتنفيذها في أسرع وقت ممكن بهذه المناسبة الوطنية ببناء أربعين ألف وحدة سكانية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة والخدمات الأخرى المكملة بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام الحكومة ومن منطلق التوجيه الملك السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكانية في جميع محافظات المملكة حارست على أن يكون الملف الإسكاني ضمن أبرز الملفات عند سياغة برنامج عملها الحكومي للأربع سنوات القادمة والذي يقضي ببناء خمس وعشرين ألف وحدة سكانية فتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تصب دائما في تكريس الحكومة لكافة جهودها لتنفيذ ما جاء في برنامجها والعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تقليس قوائم الانتظار واستكمالا لبرنامج عمل الحكومة جاء أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أكثر من ثلاثة ألاف وحدة سكانية في كافة محافظات المملكة بما يلبح تياجات المواطنين حيث يأتي هذا التوجيه استمرارا للمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة ويعكس مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لمواطنيها وحرصها على توفير سبل العيش الكريم لهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمة الإسكانية شكرا يا رحم الله والدي ويزوها الله خير يعني الرحمون يوسع عليه إن شاء الله في عكل شيء مثل ما وسع على أمة محمد يا رب العالمين يا الله من شكورين يا حباي ويزوكم الله أرض خير الله يخليكم إن شاء الله يوسع عليه في الدنيا واخرته يا رب يا حبيب يعني دربه خبر يعلم توقيتن عليه يا رب يا حبيب يا العدوة تحت جدمي الحمد لله يا مماشي كلهم ثلاثة عدتهم لأبو علي والاستيخ سلمان والاستيخ حمد كلهم تاج على رأسنا أم حبيبتي عيارنا أولادنا وبهاتنا كلهم ولينا مهتنا والحمد لله على كلهم وتنفيذاً لأمر سمول العهد عملت وزارة الإسكان على إعداد القوائم الإسكانية للمستحقين واستدعائهم إلى مبنى وزارة الإسكان لإنهاء إجراءاتهم القانونية تمهيداً لاستلام الوحدة الإسكانية فهذا التوجيه لقى استحسان المواطنين الذي عبروا عن سعادتهم وشكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامهم بالمواطن وتوفير الخدمات الإسكانية واليوم يتحقق هذا الحلم والدي ينتظر مني جواب اتصال يقول ماما بس تخلصين رني عليه خبريني فرحيني رحم الله والديكم والله يجازيكم الخير إن شاء الله الفعل للباقيين اللي ينتظرون ونشكر حكومتنا الله يحفظها نشكر الوزير نشكركم جميعاً القائمين على هذه المشاريع أول واحد يا خلف شبدي جلالة الملك هذا التاج العود على الرأس وفاني واحد الشيخ خليفة من سلمة فالف واحد الشيخ سلمة وخب مشكورين وطول الله عمركم ما قصر أشكر جلالة الملك الشكر الجزيل وأشكر سمو رئيس الوزراء وأشكر سموه للعهد على ما قدموا لنا من إنجاز والإسراع في تسليم الوحدات السكنية هذا شيء يشكر عليه وما قصروا والله يعزيهم ألف خير أنا ويد مستنسة أن اليوم سحبت على الوحدة السكنية وقعنا العقد في منطقة الرفاع خصوصاً نحن من أهالي الرفاع ولله الحمد لنا على الوحدة السكنية اللي كنا نتمنىها في نفس المنطقة أشكر نالكنا وأشكر سموه رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد على التسريع الإجراءات اللازمة في تسليم وحدات السكنية أنا مستنسة أنه حصلنا على بيت وشكراً يا بابا حمد وبابا خليفة وبابا سلمان أنا مستنسة أنه طالعاً لنا بيت وإن شاء الله يصير كبير وإن شاء الله يصير حلو وأشكر بابا وللعهد وطيرة التوزيعات لم تنقضي عند انتهاء توزيع ثلاثة ألاف وحدة سكنية فحسب لكن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الإسكان والتقاءه بالمواطنين عن قرب جاءت لتؤكد حرس سموه على مواصلة المستوى المتميز الذي تم التعامل به مع الملف الإسكاني وهذا ما تجلى في أمر سموه في توزيع ثلاثة ألاف ومائتي وحدة سكنية إضافية خلال المرحلة المقبلة ليصبح مجموع الوحدات التي أمر سموه بتوزيعها ستة ألاف ومائتي وحدة سكنية الحمد لله العيد نصار عيدين بمناسبة عيد الفطر الحمد لله رب العالمين وعندنا استلامنا حق الوحدة السكنية انتظرناها فترة ما قصر اسموه ولي العهد بإصدار أوامر السامية والحمد لله رب العالمين وأهني كل من حصل على الوحدة السكنية هذا والقائمين على المشروع ووزارة الإسكان أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد جزير الشكر على تسريع الوحدات السكنية هذه بمناسبة العيد وهالأيام هذه وإن شاء الله أيامنا كلها عيد إن شاء الله لما نعرفنا طبعا توزيع 3000 وحدة سكنية إحنا تأملنا خير أن نحن بنحصل من ضمن هذه 3000 وإن شاء الله 3000 تغطي عدد كبير وإن شاء الله اللي ما يحالف من الحظ هالمرة إن شاء الله قريب بوعود الحكومة وبوعود الولي العهد إن شاء الله قريب والكل إن شاء الله بيحصل ما قصر طوي العمر إنه خصص لنا هذه البيوت وطبعا إحنا فرحانين وهلنا فرحانين وماشاء الله تبريكات قاعدتين من كل صوب وطبعا ما نقدر نقول لها نشكر القيارة الحكيمة على هذه المبادرة الحلوة أنا فرحان واجد وأشكر سمو ولي العهد على الوحدة السكنية أنا فرحان وحيالي فرحاني إن شاء الله ونشكر ولي العهد الحمد لله اليوم إحنا مستنسين وصار عيدنا عيدين الحمد لله ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد على هالمكرمة السامية ومتزاكم الله خير مقصركم أنا مستنسا واجد أشكر بابا حمد وسلم وزارة الإسكان وفي ظل كل هذا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة استطاعت أن تخطو خطوات واثقة ومتوازنة في طريق حلحلة الملف الإسكاني واستطاعت بتغيير خياراتها وحلولها من سلك طريق نحو تقليس قوائم الانكذار لتكون تجربة مملكة البحرين اليوم نموذجا يحتذا به خليجيا وعربيا